يا رحمن الرحيم بنوحزن كل الشعب المصري مما قد يحدث الليلة باكر بعد باكر في كارثة مدوية هيلغ تلغي وأساست الرئاسة هتلغي من إعلان الدستور المكامل وكل الشعب اللي في الميدان ده هيروح وحيمرروا الدستور اللي هو فيه ست مواد أخطر من إعلان الدستوري تحسن قرارات رئيس الجمهورية مدى الحياة احضروا هذه الخدعة الكبيرة احضروا هذه الخدعة الكبيرة الشعب المحترم ده ما ينزلش الاستفتاء ويسيبه يقل على 50% ويخضع على هذا الدستور إلى الأبد والحط في مقبرة الوزاة يوم 2 ديسمبر ستقدل محكمة الدستورية العليا في 37 طاعة من ضمنهم مجلس الشور من ضمنهم اللجنة التأساسية من ضمنهم الإعلان الدستوري المكمل وإذا لما ينفزوا في رئيس الجمهورية فعليهم بعازل رئيس الجمهورية حسب نص الدستور ودستور 71 ما زال قائم بيعملوا عليه تعديلات أنت بتعدل على القائم ولا على الملغي تعدل على شيء قائم إذا تم إلغاؤه فلا يوجد ولكن احنا مقول تعديلات دستورية يبقى عدلت شيء من إيه؟ قائم موجود وفيها عزل الرئيس إذا لم نفسه بتحكم الدستوري بنوجه كلامنا كله لسات الرئيس مرسي إذا كنت بتحب مصر وبتحب ربنا بصحيحة وألبك على البلد بصحيحة الله عليك إلغي الإعلان الدستوري حل اللجنة التأسيسية كون لكنة تأسيسية جديدة بما يرضي الله عز وجل فيها كل المواد ممثلة من الشعب المصري بالكامل وإياك واختصاب القضاء إياك واختصاب الشرعية إياك وجمع جميع السبطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في يد واحدة الله عليك إرجع إلى الله عز وجل اللهم ردنا إليك ردا جميلا وإحمر الشعب المصري لا يقعد الشعب المصري به مسقفين وبه رجال قضاء وبه قانونيين لن يسمحوا باختصاب الشرعية ولا اختصاب الدستورية ولا اختصاب القضاء أبداً وحذرنا الناس كلها وإن لهم لا للاستفتاء هالدستور أولاً قبل الانتخابات الناس ما فهمتش وضحكوا على الشعب مرتين مرة في انتخابات الرئاسة ومرة في الاستفتاء على الدستورية لو ضحكوا التالتة التالتة تبتع الشعب دا يستاهل كده خدنا الدرس من اللي قابونا يشتغلونا ويلعبونا